موسيقى لو كنت نائبا في مجلس نواب عن مدينة سيدي بوزيد الحقيقة ثم العديد من المواضيع معناها التي تستحق المتابعة الفنية مثل الصحة والتشغيل والفلاحة الأولوية تمتاعي بالنسبة لسيدي بوزيد هي فضل مشكلة الأراضي العام معناها مش مساوية عقارين وبالتالي ما تسوى حتى شيء إذا كان مش مساوية عقارين المشكلة الثانية التشغيل المشكلة الثالثة التعطيل الإداري ثم الشباب يحبوا يعملوا مشاريع للحساب الخاص الوظيفة العمومية مغلقة وهم يحبوا يعملوا مشاريع للحساب الخاص باش يستوفي الملف متاعوا على اللي يزموا على الأقل عام ونص باش يكمل الأوراق متاعوا وروا خص متاعوا ركزوا على الفلاحة الفلاحة هي ترتقي ريب الاقتصاد متاع البلاد هذه أول حاجة ثاني حاجة في سيدي بوزيد نحب تكون معناها سياسات متوجهة سيدي بوزيد أول حاجة في التفعيل قانون التمييز لجيبي أولا لابد من استكمال هذا المسار بإرساء الهيئات الدستورية لأنه هذه الضمانة والصمام للديمقراطية التونسية الناشئة لتكون صلبة والديمقراطية هذه هي التي تحضر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بعد حتى يكتمل هذا المسار الديمقراطية على مستوى سيدي بوزيد في القوانين نعتقد أنه سيدي بوزيد هي منطقة فلاحية بامتياز وأنه اليوم بشتتحول إلى قطب اقتصادي لابد من أنه إعادة هيكلة الفلاحة والتركيز على الفلاحة فإذا ما نجح القطاع الفلاحي استطعنا عن ربما نجلب الاستثمار وأن نتحول من يعني منطقة فلاحية زراعية إلى منطقة صناعية في تكامل بين المنتوج وكيفية تحويل هذا المنتوج ثم يأتي فيما بعد قطاع الخدمات لأنه هناك ترابط لو كنت نائبة أول حاجة نسعى أنه الثمانية السبعة اللي معايا نعملوا مع بعضنا كتلة من أجل التنمية واستحققات التنمية في سيدي بوزيد لأنه النايب واحده راههم ينجل ما يعمل حد شيء الثمانية مع بعضهم يخدموا على المشاريع الاستراتيجية الكبرى لسيدي بوزيد نحكي استراتيجية كبرى راني مشي نحكي على مسلكة هنا ومسلك غادي نحكي على سوق الانتاج الكبرى نحكي على المجلس الأعلى الجماعة المحلية نحكي على كل الطب نحكي على المستشفى الجامعي نحكي على طروت نحكي على ليروتيكس نحكي على حواج نقدر معاه نحلم على سيدي بوزيد 2050 سيدي بوزيد أخرى نحكي على معمل فصوات وتطويره وراها للشركة البيئة نحكي على معمل السيمان على معامل ياجور هذه مشاريع استراتيجية كبرى تكون رافعة لتغيير وجه سيدي بوزيد وبشكل كلي اشتركوا في القناة شكرا